اشتركوا في القناة 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 في هذا الحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة وهذا من حكمة اشتركوا في القناة 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 هذا ما يفهم تواب الجمهة نعم مرحبا لكم بقية احتلال من أقوى يعني احتلال من أجل الله مرحبا صلى الله عليه الصلاة والإجذا قلت لصحي يعني خطاب الغيب وأما كلام الإسلام نفسي فلا يخسر له هذه الحقوبة لكنه لا ينبغي أن يتشاغل عن استمافضه لو قال قائلنا أن سأراجع كتابي قلنا له لا لا تتشاغل ولهذا قال مدى عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وجلس قال تصلي رفعتين وتجوز فيهما يسأل بعض الناس يقول هل مثلا هل إذا قيدت بعض الجمل الخطبة هل يلحقني وعيد الظاهر لا لكنه لا ينبغي خصوصا في وقتنا الآن لأنه عند الله الآن تسجيلات مجاكلة يمكنك أن ترجع إليها بعد الصلاة نعم باب الساعة التي في يوم الجمعة حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأرض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم وصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها كان الساعة مبهمة وقد ذكر حابة المحجر رحمه الله أن فيها أربعين قولا أو أكثر في تعيين ولكن جاء في صلاة المسلم أنها ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء الصلاة وهذه لا شك أنها أرجع أرجع الساعة لوجهي الوجه الأول أن قوله وهو قائم وصلي صريح لأن هذا الدعاء في حال الصلاة والثاني أن جتماع المسلمين في مكان واحد على عبادة واحدة يسترون عن إمام واحد ويقتدون بإمام واحد كل هذا أقرب إلى الإجابة فيكون هذا الحديث مؤيدا بما تشهد له الأجل وهي أقرب من الساعة التي بعد العصر لأن التي بعد العصر الحديث فيه وهو قائم يصلي وما بعد العصر ليس وقتا للصلاة لكن مجيب عن ذلك بأن منتظر الصلاة في صلاة إلا أن هذا ليس كدلالة وهو قائم يصلي على أنها وقت صلاة الجمعة فلذلك نختار أن أرجع ساعة هو ما بين مجيئ الإمام وجمع إلى أن تقرأ الصلاة فينبغ الإنسان في هذا الوقت أن يقتنم الدعاء سواء بين الخطبتين أو بين الأدان والخطة الأولى أو في السجول في الصلاة أو في الجيوش بين السجلين أو في التشهد نعم طيب لو قال قائم هل المرأة مثل ذلك؟ يعني لو أنها صادفت هذه الساعة ويقامكم صليتها الجواب الحديث عبد مسلم وقد كان من المقرر واعد أن الحكم المذكور للرجال ثابت للنساء والعكس كذلك إلا بجنيه نعم باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة حدهنا معاوية بن عمر قوله رحمه الله فصلاة الإمام ومن بقي من بقي يشمذ ولو رجلين بقي معه بل ظاهر كلامه رحمه الله ولو واحد وأما من قال إنه إذا بقي معه دون الأربعين فإن الصلاة لا تصح أو دون الاثنى عشر فإنها لا تصح ففيه نظر بل إذا بقي معه جماعة تصف منهم الجمعة ولو اثنين والثالث صلتها جمعة حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعب أنه قال حدثنا جابر عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت عير تحمل طعاما فالتبتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا إلا إثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوة ينفضوا إليها وتراكوك قائما نعم هذا يجب على سبب نزول هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوة والذي لا يعلم عن السبب قد ينقجحوا في ذهنه الحاق العيب بالصحابة رضي الله عنه كيف ينفضون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرشدهم ويبين لهم أحكام الله ويعذهم وهو صلى الله عليه وسلم خير مرشد وواهد وهو قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة من العيش وكانوا محتاجين جدا إلى الطعام وحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون يستمعون خطبا وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرحم الناس فلحاجتهم ولعلمهم بحل النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إليه خرجوا إلى العير ولم يقع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إدى اثناء عشر عجل لا وليس قصدهم بذلك الزهد فيما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون أن ما يقولوا سوف يتركونهم من أكوانهم البقية وليس قصدهم أيضا العزوف عن الطاعر لأنه لأنه ربما يرجعون بعد رؤية هذه التجارة وإذا قلت لأنهم لما يرجعون فإنهم يؤمنون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ليش؟ يعفو عنهم لكن رب عز وجل أنزل في النادي الآية وقال وإذا رأوا تجارة أو لهول وتأمل أن الآية في أول القصة كانت بلقصة والشطاء يا أيها الذين آمنوا إذا نوج إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قدت الصلاة أن تشعروا في الأرض وابزعوا مضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تحبكم ثم قال وإذا رأوا تجارة ولم يقل وإذا رأيتم تجارة أو لهول انقضطتم إليها وتركوا وتركتم الرسول الطائم قال قال وإذا رأوا تجارة في لفظ الغائب وهذا في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى بلفظ الغائب والمراد المخاطئ النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوا تجارة أو لهول التجارة واضحة العين التي فيها الطعام وقوله أو لهول ماه الله فالله قيل إن إنهم إذا قدموا إلى المدينة يضربون الدفوف إذانا بأنه قد قدمت العين حتى يفسع الناس إليها لأنكم تعلمون أن أصحاب العين يريدون أنهم أحجوب بسيطة 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 نعم يريدون أن يأتي الناس للتجارة ويشتروا منهم فكانوا يضربون بالدفوف ولكن الصحابة هل خرجوا لإستماع الدفوف؟ لا ولهذا قال إن فضوا إليها أي إلى التجارة مع أن اللهو بعد ذكر التجارة وكان من العادة أن الضمير يعود إلى أقرب مدفوع وكان من مرتضى هذه العادة أن يكون التعبير وإذا رأوا تجارة أو لهول ينفضوا إليه أو إليهما ولكن الصحابة ليس لهم غرض إطلاقا في هذا اللهم إنما غرضهم التجارة لجد الحاجر من إليه وتركوك قائما وهذا منقبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه لما انصرق الناس عنه لم يقتع الخطوة ولم ييأس فالبقي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب وكأن شيئا لم يكن وهذا من صبره صلى الله عليه وسلم عليه على ما يحصل له من مثل هذه الأمور قال الله تعالى النبي قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير رزقه الشهر من هذا أنه إذا نفر الناس عن الإيمان وبقي معه جماعة فإنه يقيم جمعة بمن بقى ولكن هل نقول إنه لابد أن يكون الباقي اثني عشر رجلا أو أكثر أو نقول إن الذين بقوا وهم اثنى عشر رجلا صار ذلك اتفاقا نعم ثاني نعم وهو كذلك لأنه لو ذهب وبقي عشرة لم يتغير الأمر أو خمسة لم يتغير الأمر ومثل هذه الأمور المتفاقية لا تكون هجة وانتبعوا لهذا الطعام المفيد ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا أو ما حصل اتفاقا فإنه لا يكون هجة ولهذا قلنا إن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يبقى مسافرا ويقصل الصلاة ويفتر في رمضان ولو أرابعا يبقى عشر أيام أو عشرين يوما وأن ما وقع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من كونه قدم في دوم الرابع إنما صار ذلك اتفاقا ليس عندنا جليل أبدا أن الرسول تقصد أن لا يقدم مكة إلا في دوم الرابع وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يقدمه في دوم الرابع والخامس وفي دوم الثالث وفي دوم الثاني وهو يوم الأول ومع ذلك لم يقل لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم فالحاصل أن ما وقع اتفاقا فليس بك فعليه لو انصرف الناس على الخطيب يوم جمعة ولم يبقى إلا عشر ها يبقى يبقى ولا يصلي ظهرا يبقى على جمعة ولا يصلي ظهرا وهذه المثلة اختلف العلماء فيها رحمه الله فمنهم من قال لا بد أن يكون الحاضرون أربعين أربعين رجلا ممن تلزمهم جمعا ومنهم من قال يكفي ثلاثة رجال ومنهم من قال يكفي ثلاثة رجال وهذا أصرف الأقوال لو وجدنا هذه القرية ليس فيها من أهل المساوطنين إلا ثلاثة رجال والباقي أناس مروا في الطريق وعرجوا على المسجد لكن المواطنون لكن المواطنين ثلاثة رجال فقط فهل تناقض فيهم الجمعة؟ هل الجواب على القول الراجع تناقض؟ ولا بأس؟ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها حدثنا عبد الله بن نوسف قال أخبرنا ما يكون عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الغهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في فيصلي ركعتين نعم الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد ليس لها حد إذا جاء الإسعان إلى المسجد يصلي إلى أن يحين وقت النهي ووقت النهي يكون قبل الزوال في عشر قطاع احتياطاً أو بأقل ومن العلم من قال يصلي إلى مجيء الإمام لأحاديث ورق الفي ذلك فنقول إن صلى إلى مجيء الإمام فلا حرج إن شاء الله وإن صلى وأوقف الصلاة عند مجيء وقت النهي فهو أحوى وأما ما يفعله بعض الناس الجهات إذا قارب وقت الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصلون مع أنهم تلوس في الأول فهذا خطأ خطأ عظيم لأنهم قاموا وقت النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وأما بعد الصلاة فتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين في بيته يصلي ركعتين في بيته وتبت عنه أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعاً فاختلف العلماء أمم الله هل الصلاة بعد جمعة أربع أو ركعتين فمنهم من قال إنها ركعتين في البيت ومنهم من قال إنها أربعاً فالذين قالوا إنها ركعتين قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزف على ذاته ومن قال إنها أربع قال لأن في المسلة قولاً وفعلاً فالفعل ركعتين والقول أربعاً فلنصلي بعد إذا صلى أحدكم الجمعة فلنصلي بعدها أربعاً وبعض العلماء قال يصلي ستاً أختم بالقول والفعل فيصلي أربعاً بمكتدى قول الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم وركعتين بمكتدى فعله لكن لا شك أن هذا ليس بصواب وهذا كما لو قال قائل إنه في الاستلتاح يجمع بين سبحانك اللهم وبالحمدك وبين اللهم باه لأن في الاستلتاح نعلم من الرسول لم نقل إلا واحد منه كذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع ست ركعات في بيته وقال الشيط السلام المتيني رحمه الله إن صلى في المسجد فأرضع وإن صلى في البيت فركعتها والذي يترجع عندي أنها أرضع سواء في البيت أو في المسجد أختم بإيش؟ بالقوم باب قول الله تعالى فإذا قبية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله حدثنا سعيد وعظيم قوله تعالى فإذا قدت الصلاة أي صلاة؟ الجمعة يعني قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ثم قال فإذا قدت الصلاة يدل دلالة واضحة على أن الصلاة من ذكر الله يعني قال اسعوا إلى ذكر الله فإذا قدت الصلاة وعلى أن الخطبة أيضا من ذكر الله وعلى أن الخطيب الذي يقوم إماما داخل في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بصلى لأن الخطيب ذكر اسم ربه ومصد والمستنع كالقائع أو كالمتكلم وتأمر قوله تعالى إذا قدت الصلاة فانتشروا في الأرض حيث قال انتشروا فيها يعني تفرقوا كل في مجال عمل التاجر في تجارته والزارع في زرعه والصانع في صناته وابتعوا من طرل الله اطلبوا من طرل الله وفيه إشارة الله أعلم أن الإنسان إذا قدم الوظائف الدينية على الوظائف الدنيوية فإن ذلك من أسباب بركة العمل الدنيوي يدي عبدالله فإذا قدت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من طرل الله فأرشد الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة يشارقني إلى أن الإنسان إذا قدم العمل الديني أو العمل آخر سهل لهم عمل الدنيوية ثم قال واذكروا الله كثيرا يعني لا تلهكم لا يلهكم من انتشارة الأرض لطلب الرزق عن ذكر الله أذكروا الله كثيرا والموفق يمكن أن يجعل اقتراء الرزق من ذكر الله يعني يمكن الموفق أن يجعل بيعه وشراءه وحرثه وصنعته من ذكر الله متى بالني قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم السائي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله قال وأحسبه قال كالصائم لا يفتر وكالقائم لا يفتر لكن أكثر الناس يقفلون عن هذا الشيء ولو أن الإنسان انتبه ولن يكن من غافلين لحصل شيئا كثيرا يعني حتى طلب الرزق إذا نويت أنه من السائي على الأرملة والمساكين حصلت منزلة المجاهد عند الله عز وجل وهائلتك التي لا تستطيع الابتساب تدخل بالمساكين أولا نعم تدخل بالمساكين لا شكل لأنه لا يقدر على الاقتساب فأنت ساعل على أرملة ومساكين نعم فيها سلم قبل أردت صغيرا فتكلم آدم لا بأس أردت صغيرا لأنه كان مكيف بالنية ومتأمن وحديث هذا في إطلاقه في فضلة ذكر للإطلاق من قال أجلاء ومن قال أجلاء هل المطلق مقيف بما كان صاحبه من كي أنه هو أما الكمال فلا شكل مقيف يعني الذكر الكامل مقيف بالنية ولهذا قال عز وجل ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا ما قال لسانه الحقيقة أن الذكر النافع هو ما كان مبنيا على ذكر القلب لكن مطلق الأجل والثواب يحصل بالقلب نعم لا أمكن يعني لو قال أن يصلي رفضين في المسجد ورفضين في البيت صلى أربعا لكن هل الأفضل أن تصلى النافلة في البيت أو في المسجد هذا هو الأصل هذا هو الأصل نقول صلي في ذلك أربعا نعم ولهو الظاهر الظاهر أنه مسافر إذا صلنا على الناس الجمعة فإنه لا يصلي لا يصلي راتبته وإن صلى فلا فنحر قد يقال أنها تختلف عن الظهر أو المغرب لأن هذه الصلاة مقصورة الظهر مقصور والعصر والعشاء مقصورة لكن يريد علينا مسأة المغرب المغرب غير مقصورة ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دارس لي راتبته فأقول إن شاء الله إذا صلى راتبتها وهو مسافر أرجو أن أكون في ذلك بأس سألت سألت أنت راتب اشتركوا في القناة 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 كتاب صلاة الخوف. هل عندكم كتاب؟ كتاب الخوف. لا، فقط لقد خدحناه منه. قال باب الخوف. كتاب الخوف. كتاب الخوف. لذلك، 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 لكننا لا أبواب ونحن نسقطت ونحن نسقطت ونحن نسقطت بطل، لذلك، أحتفظه للمعنى ما أقلت، نزيد، أكثر فارغ. هم؟ إيما أهلا، بسهلا، كتاب صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، وقول الله تعالى. وَإِذَا ضَرَبْتُمُ بِالْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوا طائرة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وإذا كنت طائرة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم مينة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطرنا وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حضركم إن الله أعد لكافرين عذابا مهينا قوله صلاة صوف هذا من باب يضع الشيء إلى سببه يعني الصلاة التي يكون سببها الصوف ثم ساق الآية وهو قوله تعالى وإذا ما يرسل في الأرض فليس عليكم جناح الضرب في الأرض أن يسفر فيها فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة أي تقللوها لعددها وكذلك في كيفيتها لحيث لا يقين الإنسان فيها بالقراءة وقوله من الصلاة مجمن بيّن في السنة أن الذي يقصر من الصلاة هو الصلاة الرباعية فقط إن خفت من يفتنكم الذين كفروا أن يصدوكم عن دينكم بمهاجمتكم وهذا الشرط أسقطه الله عز وجل وتصدق الله على عباده بقصر الصلاة بدون خوف خوفته إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هذا كالتعليل لما سبق وهو أن الكافرين أعداء ذنى أداوة ظاهر لأن مبينا عناه ظاهر وكأن المعنى والله أعلم أنهم إذا كادوا لكم وأرادوا أن يصدوكم ويكسنوكم عن دينكم فأنتم فامكروا بهم وقصروا الصلاة وفي هذه الجملة التعليمية الحذر من الكافرين وأن لا نأمن غدرهم ولا مكرم ولا نثق بهم هذا هو أصل وقد يأتي خلاف الأصل وإذا كنت فيهم فعقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معا وليأخذ أساحتهم قول وإذا كنت فيهم زعم بعض العلماء أن نصاد الخوف إنما تشرأ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بصابة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فالتقم طائفة منهم معك يعني وطائفة أخرى لا تقوم معك أين تكون تكون في مواجهة العجل لأن لا يبقى المسلمين في حال صلاةهم ويهجم عليه فالتقم طائفة معك يعني وأخرى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إذا سجدوا أي أتموا صلاةهم هذا هو المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بها فعلا لأنه لو قال قائل إذا أخذت اللقاء على راهله فالمعنى أنهم إذا سجدوا تنصرفوا من الصلاة بدون تشهدوا أفسير نقول إن الصنة تبين القرآن وتفسره وقد جاءت بأن الطائفة التي تبتلع الصلاة مع الإمام تتم صلاتهم ثم تذهب فإذا سجدوا فلكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم علام في قوله ولتأتي لام أمري بدليل أن فعلة معها مجلو ولتأتي طائفة أخرى من هي الطائفة الأخرى التي كانت تجاه العجل لم يصلوا فليصلوا معك هنا قال فليصلوا معك إشارة إلى أنه لا يسلم حتى يقل صلاتهم ويكون تسليمهم مع تسليمه وبناء على ذلك جاءت السلم فإن هؤلاء الطائفة إذا دخلوا مع الإمام والإمام في القرآن الثانية يقلوا معه يقلوا معه